يا دي انت كفاه يا عياط دموعك دي غالية علي وميهات شنطة تدومك وتعلي معي البيت لا يا بابا انا مش عايزة سيب بيتي انا مش عايزة اتطلق ماينفعش بعد اللي حصل النهاردة ماينفعش تكملي معا بس انا بحبه انا بحب يوسف هو بي ولا كمان اعرف انه بيحبني يعني انت تفهميني العلاقة الزوجية دي علاقة شفافة ورقيقة زي الازلس اذا تخدشت لا بتتصلح ولا بتتجبر مهما حاولت تصلحيها مش بتقدري هو احمد في معا لبشان هو اتباقل حاليا ما انت حاكتينه كل حاجة ايو حاكت له حاكت له بس كان فيه استخناء وما كانش بستوعب بسوته حالي وبعدين انا لما هقعط معا تقادي معا ايه انا مش مستوعب اللي انت بتقوليه يا بنتي اذا الشك ده خلف قلب الراجل يبعلي علاقة ده لا لا تقولش كده يا بابا لازم اقول كده انا مش مواطع للفبنانك بعد ما حصل المعارضة ما يمتعش تكملي بها وانا هعرف اجيبلك حقك تلت و تلت بابا بابا من فضلك من فضلك يا حبيبي صدقني الموضوع مش مستدعي كل ده مش مستدعي كل ده انت يا ربنتي فين كرامتك ازاي تقبلي بعد اللي عملوا معاك ده دي مش هتبقى النهاية ده البداية مهما حاولتي هتفضلي طول عمرك عيشة معامك صورة انا مقبلش اني بنتي تعيش معا مكسورة طب ممكن انا ممكن تسنين نهارتا بس معاك نهارتا بس السيدك تعمل ايه مش فاك اتكلم معاه انا محتاجة اتكلم معاه عايز اتكلم معاه انا وهو الوحدين البابا فهمني عشان خطري تتكلم معاه في ايه انا مش فاك اتكلم معاه في العظم اهو هيفهم على فكرة يوسف طيب قريب طيب الطيب ما يهنشي براته ولا يعملها بالطريقة دي لعلمك بقى انا لما هقعد معاه النهاردة وهنتكلم بالراحة هو هيجيلك وهيعتزلك ويبص في رأسك انا مش عايزه اعتذرلي ولا عايز اشوفه اشو اعتذر اشوفه اعتذرلي اشوفه اعتذرلي لو لي عندك قدر بسيني الناردة بس اشوفه اعتذرلي اعتذرلي اشوفه اعتذرلي اعتذرلي اعتذرني اعتذرني أنا مش عايزة تقول له ماما مش عايزة تقول لي يا سر مش عايزة يوسفي مش هكو الوعي شبت محيد محيد محيد